رأت صحيفة الشرق الأوسط أن الإطار التنسيقي خطط لمعاقبة حلفاء الصدر في التحالف الثلاثين من الكرد والسنة بعد انسحاب التيار من العملية السياسية تقرير للصحيفة ذكر أن إصرار الإطار التنسيقي على إجراء الانتخابات بالتزامن مع إقصاء رئيس البرلمان من منصبه وهو أمر بدأ يوثير شكوكا سياسية وقانونية وأشار التقرير إلى أن الإطار يريد المماطلة باختيار بديل الحلبوسي لبقاء النائب الأول محسن المندلاوي أطول فترة ممكنة في المنصب مشددا على أن مغادرة الحلبوسي للمنصب مزقت البيت السني وضف التقرير أن موالي طهران يبحثون عن رئيس برلمان ينسجم مع توجهاتهم ولا يكرر سياسات الحلبوسي السابقة الذي أجبرهم في سابقة لم تحصل من قبل على التصويت له مرتين في غضون أقل من سنة إلى جانب عدم تنفيذ أجنداتهم ترجمة نانسي قنقر